نفتح نافذة لتحليل تطورات المشهد مع ضيفنا في الأستوديو الوزير الفلسطيني السابق والقيادية الدكتور سفيان أبو زايد معنا الوزير أهلا بك معنا في سياق هذه التغطية المستوى الأحرى وشتنا مساء النور تسعون يوما إذن على هذه الحرب ولازلنا نتحدث عن أبعاد جديدة في كل يوم سواء كان على صعيد سياسي أو على صعيد عسكري ميداني على الجبهة في الجنوب أو في شمال إسرائيل مع لبنان قبل قليل تبعنا الإعلام الإسرائيلي الحديث عن خطة لوزير الجيش الإسرائيلي آف جلانت خطة اليوم التالي للحرب لو لديك مزيد من التفاصيل حول هذه الخطة بنود هذه الخطة وهل بالفعل يمكن أن تطبق واقعا يعني أولا مساء الخير مرة ثانية لك أو لكل المشاهدين ومستمعي قناة الغد أهلا بك قلانت سيتقدم بخطة وهي وجهة نظر الجيش رئيس مجلس الأمن القومي ساحيها نكبي سيتقدم بتصورات بني جانس لديه أيضا هو تصورات لهذا الوضع حتى بني كفير أيضا له تصورات سيقدمها في الكابينت الذي سيجري هذه الليلة هو جلستين الواحدة والأخرى الجلسة الأولى هي لكابينت الحرب وفي هذه الجلسة سيتم هكذا وصفوه التشاور أو تبادل الأفكار حول اليوم التالي لماذا سمي التشاور أو تبادل الأفكار لماذا؟ هت يعد صوت بالعبري لأنه بني كفير لا يشارك في مجلس الحرب ولا يشارك في القرارات بدون مش يزعلوه هو وسموتريتش فقالوا له هذا لا هذا مش شموتريتش هذا مشاورات أما النقاش الحقيقي سيكون في الكابينت المصغر الموجود فيه اللي هو سموتريتش وبني جير سيُعقد الليلة أيضا؟ الخطط هي التصورات مختلفة بمعنى خطة جلانت الجيش هي عمليا هي عبارة عن احتلال زيرو مش فيه سيفن أب زيرو وفيه كولا زيرو هذا احتلال زيرو بمعنى لا تكلفة لهذا الاحتلال لا تكلفة لهذا الاحتلال أو إذا بدك هي لايت احتلال لايت بدون أي تكلفة بمعنى هم سيستمرون في سيطرتهم العسكرية هم سيسيطرون في التحكم ما الذي يدخل إلى غزة وما الذي يخرج منها هم سيسيطرون على من الجهة المحلية هكذا سموها التي تدير غزة ولكنه يؤكد أن لا وجود عسكري أو وجود مدني إسرائيلي في غزة بمعنى هو ردا على خطة بن كفير التي تدعو إلى التهجير وابناء مستوطنات هذا يعني هذا مرفوض بالمسفة ليو أف جالانت وزير الجيش فيما تعلم بالخطة المقدمة لا الجيش طبعا الجيش هو الجيش ضد احتلال الكامل لا ضد البقاء العسكر الكامل وضد المستوطنين ضد عادة الاستيطان في قطاع غزة نعم الآن أي من هذه الخطط الذي سيتم اعتماده وأعتقد أنه لن يتم اعتماد شيء في هذه المرحلة هذا أمر سابق لأوان وعلى الأقل بالنسبة لنتنياهو لأن نتنياهو يدرك أنه لن يستطيع أن يعتمد شيئا يرضي أو يكون مقبولا لسموترش وابنكفير وبالتالي الحل الأسى لديه هو تأجيل اتخاذ القرارات هو أجبر على إجراء هذا النقاش نتيجة الضغط الداخلي من المؤسسة الأمنية ومن بعض السياسين لا دلالة لعقد هذه الاجتماعات أو المشاورات أو القرارات التي ستتخذ بناء على هذه الاجتماعات بالنسبة لتأثير مجريات الحرب على القرار السياسي والعسكري في إسرائيل بمنعزل ومعزل عما يجري لا طبعا هناك دلالات أنهم ليس لديهم إجابات حول بعد انتهاء الحرب ما هي تصوراتهم هذا ما طلبت منه أمريكا ذلك وهذا ما يطلب منهم المجتمع الدولي ما هي تصوراتكم للأمور بعد انتهاء الحرب فهم ملزمون لأن يقدموا تصورات أو تكون لهم رؤية لكيفية إدارة الأمور في المستقبل حتى الآن هم يفكرون من جانب واحد وحتى الآن كل ما يطرح هو غير مقبول لأنه لاحظ أنه لا يوجد ذكر للكيانية الفلسطينية السلطة الفلسطينية النظام السياسي الفلسطيني ككل منظمة التحرير الفلسطينية الشرعية الفلسطينية بين قسين كل هذا غير موجود في التفكير في كل الخطط الموجودة والوضح تعامل أمني سياسي أمني إنساني وليس سياسي وهذا أمر لن يحدث هذه أحلام إسرائيلية لن يتم تحقيقها لن تقبل أي خطة تعزل غزة عن بعدها الفلسطيني عن ارتباطها الفلسطيني عن إقامة الدولة الفلسطينية عن النظام السياسي الفلسطيني هذا أمر لا يمكن أن يكون لكن دعهم يناقشون لكن الشيء المطمئن هنا غير موجود في خطة جلنت خطة الجيش لا يوجد ترحيل للفلسطينيين لم يأتي على ذكر الترحيل لم يأتي على ذكر الفلسطينيين وأعتقد أن إسرائيل قد يأست من فكرة الترحيل الإجباري للفلسطينيين والآن يحاولون أن يبحثوا عن النزوح أو الترحيل الإختياري بمعنى تصعيب الظروف زي ما سأوا هنا كما فعلوا وفي نفس الوقت فتح أبواب وأفاق للفلسطينيين للخروج ولكن مسبقا أقول لك هذا لن يؤتي بأي نتيجة حقيقية لأنه حتى لو خرج 200 ألف فلسطيني أو 300 ألف فلسطيني ما قبل الحرب خرج عشرات الألاف من الشباب وبقيت غزة أكثر من 2 مليون وبالتالي لن يستطيع الإسرائيلي التخلص من غزة ولن يستطيع التخلص من أهل غزة ولن يستطيع مهما حاولوا عزل غزة عن محيطها ووجودها الفلسطيني السياسي والمعنوي والتاريخي جغرافيا أكي أنت تفصل بين غزة وبين الضفة وبين القدس هذا أمر كان موجود في السابق وربما يكون موجود في المستقبل إلى أن يتم حل القضية الفلسطينية ولكن أن تفكر في حلول مفصلة على المقاس الإسرائيلي لا إدارة الأمور في غزة يعني لا يحلمون يعني دكتور حتى نكون واقعيين أكثر إسرائيل قالت سينزح الناس من الشمال إلى الجنوب وفعلوا صعبوا الأمور الحياتية على الشمال وفعلوا الآن يستهدفون محافظة الوسطى وخان يونس وفعلوا وسيعودون أهل الشمال والغزة إلى بيوتهم في الشمال وفي غزة هذا أمل الناس لكن بواقعية ليس أمل أنا أتحدث بواقعية بواقعية ليس أمل سيعودون هناك بكل تأكيد بواقعية نتحدث أيضا فيما يتعلق بما تريده إسرائيل الفلسطيني ماذا يريد هذا شيء آخر لكن إسرائيل ماذا تريد نجدها بقوة السلاح أرادت إسرائيل لا تفعل كل ما تريد إسرائيل اعتقدت أنه في أقل من ذلك بكثير ستقضي على المقاومة وستنظفها من السلاح وستفكي قوتها وستصل إلى كل الأنفاق وستصل إلى كل الصواريخ التي تفاجأ بعد تسعين يوم أن هناك صواريخ تطلق على تل أبيب بعد تسعين يوم ما كانت إسرائيل بدايك ما كانت إسرائيل بدا تسعين يوم تستمر في هذا الحرب وأمامها أشهر إذا أرادت أن تحقق كل الأهداف التي وضعتها إسرائيل أرادت أن ترحل نصف مليون فلسطيني إلى سيناء وضغطت على مصر وأمريكا ضغطت على مصر ولم تستطع وأعتقد جازما أن هذا المشروع سقط ولن يعود ماذا عن المشروع الأخرى؟ تدمير غزة مثلا؟ تستطيع أن تقف أمام الطائرات الإسرائيلية والقذائف والدبابات الإسرائيلية التي تدمر تستطيع أن تدمر ولكن هل كان هدف إسرائيل هو تدمير غزة؟ يعني هذا هو الهدف الذي وضعته؟ أنا لم أسمع أنه كان هدف لكن هذا ربما جزء من حالة الحرب حتى موضوع النزوح يا دكتور الآن أكثر من مليون فلسطيني ننزح مثلا في مدينة رفح جميعهم يبحثون عن قوت اليوم يبحثون عن خيمة يأوي إليها في هذا البرد الشديد لكن عندما نتحدث في المستقبل عن خطة اليوم التالي اليوم التالي حتى يفهم المشاهد ليس يوما واحدا إنما على صعيد استراتيجي للسنوات المقبلة ترسم ملامح هذه المرحلة من قبل إسرائيل الفلسطيني ماذا يريد؟ ماذا فعل لمواجهة هذا المخطط؟ إذا كانت مصر رفضت بالفعل مخطط التهجير وكانت كلمات واضحة من قبل القيادة المصرية في هذا الجانب أيضا الأردن وبعض الدول العربية الأخرى التي كانت صراحة تقول لإسرائيل لا لهذا المخطط ولن يمر الآن الفلسطيني ماذا فعل؟ على صعيد سياسي وعلى صعيد شعبي أيضا أولا دعنا نتحدث عن الخطة الإسرائيلية ليس هناك خطة إسرائيلية هناك خطة إسرائيلية لم يتم الاتفاق عليها في رؤى مختلفة على سبيل المثال ليس كل الجهات في إسرائيل تعتقد أن إدارة غزة لن تكون للسلطة أي علاقة به ليس الكل لكن نتنياهو يقاتل من أجل ذلك أن لا تكون السلطة لها علاقة في إدارة غزة ووزير الجيش يؤبر أن حدث بذات النقطة لا يريد لا سلطة ولا حماس إدارة مدنية لا تحارب إسرائيل وليس لديه عداء مع إسرائيل نعم هو يريد لأنه يعرف ما هي وجهة نظر نتنياهو فهو يحاول الاقتراب من وجهة نظر نتنياهو ولكنه لم يقول دون ذكر ذلك صراحة دون ذكر ذلك صراحة تمام هذا أما ماذا على الفلسطينيون أن يفعلوا أولا الفلسطينيين دون أدنى شك سيرفض هذا المخطط لن يجدوا فلسطينيين يتعاونون مع الرؤية الإسرائيلية عندما تتبلور حتى الآن لا توجد رؤية إسرائيلية هناك رؤية إسرائيلية مختلفة لكي لا نقول أنهم فاهمين إيش اللي بدهم إياه من غزة لا مش فاهمين ولا عارفين وهم تيهين بحاولوا يجدوا آلية أو طريقة لا هم مش عارفين أولا لن يقبل أي فلسطيني أن يعمل موظف لدى الاحتلال لن يقبل نحن نتفهم أن تكون فيه هناك لجنة في المستقبل لجنة لإعمار غزة من مهندسين ومن خبراء ومن مشرفين من أهل غزة نحن نفهم وأهل غزة حق في عادة بناء غزة هذا صحيح ولكن هذا لن يكون لا وفقا للمعايير الإسرائيلية ولا بمعزل عن المنظام السياسي الفلسطيني بعد أن يتم عادة إعماره وعادة بناءه أين هو النظام السياسي الفلسطيني؟ له موجود وهو موجود؟ حركة حماس السفردت بالنظام السياسي في قطاع غزة 17 سنة والسلطة كذلك في الضفة الغربية حتى نتحدث أيضا بواقعية ما هو البديل عن الوضع الحالي على صعيد سياسي فلسطيني ونظام سياسي؟ يا أستاذ حزم فضل النظام السياسي الفلسطيني موجود النظام السياسي الفلسطيني ضايف نعم النظام السياسي الفلسطيني مهلها نعم النظام السياسي متمثل بماذا؟ متمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية التي بحاجة إلى عادة بناء وبحاجة إلى عادة تحديث وبحاجة إلى عادة دمقراطة النظام السياسي موجود في السلطة النظام السياسي موجود في التنظيمات النظام السياسي موجود في النظام في الأنظمة القضائية النظام السياسي موجود القانون الأساسي الفلسطيني موجود هذا كله يحتاج إلى عادة صياغة من جديد لكي يستطيع أن يقف أمام العالم ويقف أمام إسرائيل ويقول لهم لن تمر المؤامر التي تفكرون فيها بعزل الغزة نهائيا عن محيطها الفلسطيني هذا وأما النظام السياسي موجود يحتاج إلى عادة بناء نعم يحتاج إلى تأهيل نعم بعد تسعين يوم وهذا النظام لم يتحرك شكل كبير هذا لو كان الأمر يتعلق بيه لكانت الأمور غير ماذا ستفعل؟ يعني هذا سؤال أعتقد مش في وقته مش في وقت الحرب ومش في وقت المعركة يعني خلينا نشوف كيف الأمور بتخلص والحرب بتقف بعدها الحكي بيكون كثير هذا السؤال هو الذي يطرح الآن متى ستمتهي الحرب؟ نهاية الحرب هل هي نهاية العمليات العسكرية أم نهاية للآلام الممتدة على مدار تسعين يوم ومفرزات الحرب الإسرائيلية إلى متى ستستمر؟ أنت كقيادي فلسطيني ما المتوقع في هذا الانظار؟ ليس هناك حربا بلا نهاية الحرب العالمية الثانية استمرت خمس سنوات وكانت على مستوى العالم وانتهت هذه حرب يعني أقل بكثير بعد تسعين يوم أعتقد أن حتى كما قلت وأنا ما زلت وكان بيني وبينك نقاش طويلا قبل هذا البرنامج وقلت لك أن حتى نهاية هذا الشهر إسرائيل ستكون قد دخلت في المرحلة الثالثة من أدوانها وهو سحب غالبية القوات البرية من قطاع غزة والتمركز في المناطق الحدودية وأكرر وأقول ستضطر إسرائيل إلى إعادة سكان شمال قطاع غزة بما أن الشمال هنا المقصود في هذه الحرب لم يقتصر على شمال غزة الشمال المقصود غزة والشجاعية والزتون والتفاح وتل الهوى وتل الهوى وشمالا بيت لاهية وجباليا وبيت حنون سيعود الناس إلى هناك أنا واثق من هذا الأمر وبالمناسبة اليوم سرب في الإعلام الإسرائيلي أن هناك كبار في وزارة الأمن كتبوا تصوراتهم بأنه لا تستطيع هكذا قالوا لا تستطيع إسرائيل أن تستمر في منى سكان شمال غزة من العودة إلى أماكنهم تسألني كيف سيعودون وبيوتهم مهدمة نعم سيعودون وبيوتهم مهدمة وسينصب الخيام هناك أفضل لهم مليون مرة من الوضع الذين هم في رفح بكل تأكيد هم يتمسكون بأرضهم الفلسطيني يقتل ابنه ويبقى في أرضه وبما أن إسرائيل وبما أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أهدافه تقريبا كلها لم يحققها خلال التسعين يوم من العدوان فهو سيتعامل كما قال غانس بالمناسبة اليوم أننا سنتعامل مع خان يونس كما نتعامل مع نابلس كيف يتعامل مع نابلس؟ يتعامل مع نابلس أنها من الناحية الأمنية تحت السيطرة الإسرائيلية الدبابات الإسرائيلية تستطيع أن تدخل القوات الخاصة تدخل الطائرات موجودة الزنانات موجودة الكود كافتر موجودة وبالتالي هكذا سيتعاملون وهذا الأمر قد يستمر طويلا ولكنه يبقى أهون بكثير من الوضع الحالي الموجود أيضا استمعنا اليوم إلى ناطق العسكري قال هناك ثلاثة مواطنين إسرائيليين صنفوا على أنهم مفقودين تبين أنهم محتجزون في غزة وبذلك ارتفع عدد المحتجزين الإسرائيليين في القطاع إلى 136 محتجزا إسرائيليا لدى الفصائل وحركة حماس كيف تقرأ هذه التصريحات الجديدة المتعلقة بهذا الملف وإلى أين وصل ملف صفقة التبادل التي كانت مرتقبة قبل اغتيال العروري مؤخرا يعني أولا فيما يتعلق بموضوع صفقة التبادل سناتي إلى العدد فيما يتعلق بموضوع صفقة التبادل أعتقد أن الأمور كانت صعبة قبل اغتيال صالح العروري واليوم أصبحت أصعب ليس موضوع الاغتيال هو الذي سيمنع الصفقة أو يعيق الصفقة ما يعيق الصفقة أن هناك عقبات كثيرة أهمها في تعتقادي المدة التي ستكون في عملية حماس تتحدث عن شهر وما يزيد وإسرائيل تتحدث عن أيام وليست كذا أما حول العدد أن الناطق العسكر اليوم قال أن هناك ثلاثة اكتشفنا كانوا في عداد المفقودين واكتشفنا أنهم أسرى هذا الأمر لا يغير من الواقع شيء الواقع أن إسرائيل لا تعرف بالضبط أو متأكدة من كل الأسماء الموجودة هناك هناك أسماء متأكدة منها هناك أسماء يكتشفوا أنهم اعتقدوا أنهم أسرى واتضح لهم أنهم ليسوا أسرى أنهم وجدوهم بأسماء أخرى مختلفة تم دفنهم بعد السابع من أكتوبر بمعنى هذا الأمر بالمطلق لا يغير من حقيقة الأمر من حقيقة الشيء أن هناك 136 أو 133 أو 129 لا يغير منها لا فرق أشكرك جزيل أشكر الدكتور سفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق والقيادي أيضا شكرا جزيلا لك شكرا لك حاسم